ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة نتكلم على توقعات شهر ستمبر التوقعات التفصيلية 2019 لأصحاب بورج الكوس بورج الكوس عندكم شهر هيكون رائع جدا شهر مميز جدا لكن في بعض التقلبات والتغيرات والعند تنشيف الدماغ تنشيف الراس ان احنا هنكون خايفين من حاجة ملل حاسين بارهاق حاسين بان احنا مش عارفين ناخد قرار الحاجات اللي زي كده مع التقلبات مع شهر حلو فيه مميزات بنسمع اخبار حلوة مع الملل حاجات كتير قوي قوي شقلبة في الدماغ مخليانا ان احنا مش عارفين نركز مخليانا نوصل ان احنا نكون عندنا عند العند يعني تنشيف الدماغ عامة فمخليانا ان احنا نكون بنتخانق مع اللي حوالينا مش عارفين ان احنا نتحمل الانسان اللي قدامنا او نتحمل للشريك او نتحمل رأي حد بنزعق في الناس عندنا سوء تفاهم يعني مش بنعرف نفهم الناس بشكل صحيح كل دوت بسبب ان احنا عندنا تغيرات كتيرة واحنا اصحاب برج الكوس عايزين اللي هو يبيض يصمر ما عندناش بحتة اللي في النص اللون الروماتي دي عايزين الحاجة بشكل واضح جدا ما منعرفش نفهم الالغاث ما منعرفش نشت او ندخل في حاجة مشتتة اللي هو مرة حلو مرة وحشة مرة نسمع حاجة حلوة مرة نسمع حاجة وحشة مرة نكون فرحانين مرة نكون عندنا ملل فالحاجة دي بتدايق كتير قوي قوي اصحاب برج الكوس خلونا نتكلم يعني بشكل تفصيلي اكتر ندخل على عمليا لاصحاب برج الكوس من ناحية العملية عندنا الدنيا افضل في حب من الناس في مساندات في ان حد او ناس كتيرة هتتكلم علينا بشكل ايجابي في ان مديرين او اشخاص عالية مركز هيبدأ ان هما يشكروا فينا هيقولوا ان احنا ناس كويسية الناس بنشتغل صح ناس عندنا زم الحاجات اللي هي لها العلاقة بالموضوع ده كمان الناس اللي عندها مشروع خاص فيه نجاح فيه ارباح فيه مشروع خاص انتم داخلينه او مشروع يكون فيه شراكة محد ويكون الحد ده لدرجة قربة طبعا ادعوا لي لاني بتكلم بالعافية لان عندي برد رهيب جدا مش قادرة حتى اتنقص عمتا دي من ناحية العملية من ناحية المادية فيه ارباح مادية حلوة جدا فيها تغيير فيها حاجات حلوة نحس ان لا فيه ارباح مادية نحس ان فيه دخل حلو جاي او تغيير عن اللي فات ده من ناحية العملية ومن ناحية المادية دعونوا نتكلم من الناحية او الوضع العاطفي لان دي شوية فيها كلام كتير من ناحية العاطفية لاصحاب برج القوس هيكون فيه شوية فيه سوق تفاهم في بعض من المشاكل على رغم ان فيه هيكون فيه لحظات رومانسية وفيه كلام لطيف لكن فيه سوق تفاهم فيه بعض الخلافات فيه حالة ملل او فطور ما بين العاطفة ما بينكم انتم الاتنين ومع بعض او ما بينكم ما بين الشريك خاصة مع الابراج النارية والابراج المائية فيه فطور فيه يعني تدهور فيه العلاقة شوية بسبب الخلافات على رغم ان فيه حاجات حلوة او فيه حاجات ايجابية فيه تحسن كبير قوي مع اصحاب الابراج النارية والابراج الترابية هيكون فيه حب فيه تفاهم فيه مسامدة ما بينكم انتم الاتنين فيه شراج او شرك هناك تفاهم على انتو الاثنين عايزين يكون في تحسن وفي الوضع يكون تحسن ما بينكم انتو الاثنين او العلاقة تكون في تحسن من الناحية العاطفية لا بدأ انتو تدخلوا طرف ثلث في الموضوع او انتو تقولوا ان احنا ندخل طرف ثلث عشان يحل الموضوع او نشتكيلوا بشكل ان احنا ندردش حتى دا كله غلط فغلط ان احنا ندردش معحدة عن علاقة العاطفية او سواء المشاكل او او الحاجات الي زي كده كمان بالنسبة للتدور دا هيحصل فيه تحسن على النص التاني من شهر 9 يكون الوضع فيه تحسن اكتر بالنسبة للناس اللي لسه مرتبطوش او مستنيين فرصة ارتباط عندكم فرصة ارتباط هتكون من النص التاني من شهر 9 كمان عايز اقول حاجة بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل مع بعض والمشاكل دي قوية اللي وقفة على انفصالات عندكم حاولوا ان انتو تكونوا اهدى يكون عندكم نوعا ما من الصبر عندكم ما يكونش فيه عنده ما يكونش فيه ان احنا مصلبين رأيانا او منشفين دماغنا عشان خاطر ما يسبب لناش مشاكل ويحصل انفصالات حقيقية وفي الاخر هتخسروا و هتزعلوا فنخلي بالنا ونفقلي نفسنا اصحاب برج القوس من دلوقتي فيه كمان من الوضع الاجتماعي لاصحاب برج القوس فيه خلافات اجتماعية او خلافات عائلية فيه بعض المشاكل اللي احنا شايفانها او الناس بتبقى شايفاها معانا انه هما مفيش تفاهم ما بينا و ما بين بعض فهمونا غلط احنا فهمناهم غلط عامة او خلاصة الموضوع فيه خلافات في العائلة خلافات فيه الاسرة فيه خلافات من مشاكل على مراس وما بين الناس اللي تعرفوهم او الرايبين منكم او الاسرة دي كلها جد من تفاهم صبر ان احنا نعدي ونفوت كان يحتاج ان احنا μانشفه دماغنا كما مبالاش ان احنا نحط في دماغنا التعليقات السلبية من الاخرين التعليقات السلبية دي بتأثر علينا نحنا سلبيا بتخلينا منشوفش طعم الطاقة الايجابية او منشوفش تعمل الحاجة الايجابية او الاخبار السعيدة او الاخبار السرر عندنا اخبار سرر ستحصل عندنا مفاجآت حلوة عندنا هنسمع Embassy نحاول على عد ما نقدر ندي الفرصة لشهر 9 ان هو يمدنا بيه الحاجات الإيجابية والسعادة والحب والانطلاق عندنا انطلاق وعندنا حاجة حلوة جدا لكن لو احنا ادينا فرصة لده لو ان احنا تفقلنا لو ان احنا ما استسلمناش للملل والكرهة او العند او تنشيف الدماغ او المشاكل او الحاجات اللي هي زي كده لو احنا استسلمنا بس للطاقة الإيجابية والفرح والسعادة والحاجات الحلوة ده اللي هيكون سبب السعادة وده اللي هيدخل علينا الفرح وده اللي هيخلينا نجزب الطاقة الإيجابية لحد عندنا فده هيكون حاجة مفيدة جدا جدا عندنا اخبار سارة زي ان هيكون عمليا في نجاح في حب من الناس اكتر من النحالة العاطفية هيكون في مشاكل كتير لكن المشاكل دي هتبدأ انها تتحقل فده حاجة حلوة حاجة إيجابية ان في اخبار سارة هتخص حد من قصرتنا والخبر ده هيكون سعيد بالنسبة لنا واحنا وسط الناس كمان عندكم في اخبار سارة زي ان انتوا هتشتروا حاجة جديدة او هتدخلوا على مشروع جديد فده برده في حد ذاته حاجة إيجابية وحاجة حلوة جدا جدا يعني اخبار سارة وبالنسبة ليه الوضع الاجتماعي او الحالة الاجتماعية عند اصحاب برج القوس فيه مشاكل فيه خلافات فيه ناس عندها سوء تفاهم من ناحيتنا فهمانا غلط نحاول على قد ما نقدر ما نظهرش يعني الحاجات اللي هي العند او التنشيف الدماغ مع الناس لان ده واضح جدا جدا في خلال شهر 9 واضح جدا وفي الاخر اصحاب برج القوس انتوا الا هتزهقوا من ده وانتوا الا هتخسروا كتير جدا جدا بسبب الموضوع ده بسبب ان انتوا بتعندوا كتير او ان انتوا عايزين ما حدش يمشى عليكم رأيه او تسمعوا رأي حد مع ان رأي حد ده ممكن يكون مفيد جدا جدا بالنسبة لكم او ممكن يكون هو عايز مصلحتكم لكن انتوا فكرت ان احنا نسمع رأي حد دي في حد ذاتها لا شوية بيبقى فيها كلام كتير وبتاخدوا وقت طويل قوي على ما تقرروا ان انتوا تعملوا ده او لا كمان في بعض الخلافات مع اقرب الاقربون يعني ممكن يكون الاب او الام الاخوات احد الاولاد الحاجات اللي هي ليها علاقة بالنوعية دي او الناس دي اه فيه مشاكل والمشاكل دي قوية جدا محتاجة منكم ان انتوا تكبروا انتوا تحلوا الموضوع بالتفاهم تجيبوا الناس دي انت زعلان من ايه او انت زعلان من ايه ونبدأ ان احنا نحل المواضيع ويبقى دينا احنا اللي نحل الموضوع ده ونحل المشاكل دي بالتفاهم اه دي مهمة جدا جدا في الوضع الاجتماعي لاصحاب بورج الكوس من الناحية الصحية لاصحاب بورج الكوس عندكم بعض الحاجات اللي انتم اجلينها يعني عندكم تعب او مشكلة صحية انتم اجلينها حاولوا على قد ما نقدر ان احنا ما نتأخرش في التأجيل ده لان هيبقى مشاكل بعد كده لنا او المشكلة الصحية عندنا هتبقى شوية متأخرة او ان احنا كده بنزلم نفسينا بمعنى صح تحاولوا ان انتم تبادروا به ان انتم تهتموا جدا جدا بصحيتكم كمان اصحاب بورج الكوس فالمهم ان احنا نكون عندنا اهتمام بنفسنا اكتر نسرع في ان احنا نكون بنتطمن على نفسنا يكون بنتبع نظام غذائي صحي نحاول على قد ما نقدر لو جسمنا مليان شوية نحاول ان احنا نخس اللي عنده سكر او ضغطي يخلي باله كويس جدا جدا الفترة اللي جاية انه هو يهتم بنفسه كمان ما تنسوش الاهتمام بالصحة النفسية جدا لان هي عامل مؤثر بشكل قوي جدا 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 على اصحاب بورج الكوس كمان كتير من اصحاب بورج الكوس من الاقارب او القريبين منكم من الدرجة الاولى عندهم او بيعانوا من مشكلة صحية عملية جراحية في مشكلة عندهم محتاجين جدا جدا قربكم محتاجين ان انتم تكونوا جنبهم ان انتم تسندوهم ان انتم تدعموهم نحاول على قد ما نقدر لو فيه اي مشاكل ما بيننا وما بين الاشخاص دي نرمي المشاكل دي على جنب هما محتاجيننا ودي مشكلة او دي حاجة قوية يعني لازم نكون جنبهم في حاجة زي كده ونرمي الخلافات ورا دهرنا ده في حد ذاته لو كان فيه مشكلة او خلاف ما بيننا او عدم تفاهم فده يحسن كتير كتير فيه العلاقة ما بيننا والاشخاص اللي حوالانهم كمان يعني اللي هما يشوفوكوا ان انتم كويسين معاهم او ان انتم تجنبتوا المشاكل والخلافات وده مش وقت الخلافات تماما ده وقت ان احنا نقف ونساند الناس دي فده حاجة حلوة جدا جدا هتدعمكم انتم كمان شخصية كمان فيه تحسين فيه العلاقات عامة سواء الاجتماعية او العاطفية بداية من النص التاني في شهر تسعة عندكم شهر رائع جدا مميز جدا او كان فيه خلافات فيه مشاكل فيه ملل فيه فطور فيه قلق فيه توطر كل ده ان نحاول على قد ما نقدر ان احنا نرمي ورى ظهرنا نكس في الحاجات الايجابية في المفاجئات الصرة في السعادة في الانطلاق في الحب كل ده هنكتشفه في الاخر ان احنا هو ده اللي احنا محتاجينه هو ده اللي احنا محتاجين السعادة محتاجين الحب محتاجين اللحظات الرومانسية محتاجين السعادة ما بيننا وما بين الناس محتاجين التفاوم ما بيننا وما بين الناس محتاجين القرب ما بيننا وما بين الناس فده هيكون مفيد كتير جدا جدا لنا أصحاب برج القوس عامة دي كانت التوقعات التفصيلية لأصحاب برج القوس أو التوقعات المهمة لو قاعدنا نتكلم على حاجات بشكل نصائح كمان هنتكلم كتير فعشان كده هعملكم فيديو للنصائح هنجمع في كل النصائح والحاجات المهمة قوي 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 لأصحاب برج القوس استنوا لأينا يكون مفيد جدا جدا أو بالنسبة لي مفيد انا بالنسبة لي بستخدم النصائح لنفسي بشكل ايجابي جدا جدا فحاولوا ان انتو تعملوا دا وتستنوا من النصائح اللين هي افيتكم كتير طبعا بتنقن ان انا اكون في التقوم وبعد الزر لو طولت عليكم بشكركم جدا ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في قنال تفعيل الجرس سلام